تتواصل معاناة اللبنانيين في شهر رمضان بسبب الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد نتيجة الفشل المتواصل في تشكيل الحكومة بسبب الخلافات السياسية المتواصلة فحتى صحن الفتوش المتواضع وهو صحن مقبلات شهيرة تضاعفت تكلفته ثلاث مرات منذ العام الماضي الأمر الذي يجعل ملايين اللبنانيين يكافحون من أجل توفير قوت يومهم في شهر الصوم الذي عادة ما يكون مناسبة للاحتفال وبعد مرور عام من الانهيار الاقتصادي في لبنان تلتزم حلى شيخ بقائمة طعام متواضعة وهي تحضر وجبة إفطار اليوم الأول في شهر رمضان لأسرتها في ظل تضاعف أسعار السلع الغذائية الفتوش بدك تعمله حساب هلأ بوضع الاقتصادي التعبان هلأ هايدي عم بفرمها أنا الخصة حق 3000 ليرة يعني تصور أنت إذا بعد ما جبنا البنادورة يعني تعرف أنت الفتوش جات غني بكل الخضرة فعنجا تصار تعمله حساب بتكلفته الأوضاع الاقتصادية الحالية لم يشهدها لبنان منذ سنوات طويلة حيث تراجعت الليرة اللبنانية وفقدت ما نحو 85% من قيمتها وقفزت بسبب ذلك تكلفة كل شيء تقريبا بشكل ضخم والتضخم الكبير في لبنان جزء من انهيار اقتصادي أوسع نطاقا على مدى العامين الماضيين تسبب في انتشار الجوع والاضطرابات في أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990 كلفة صحن واحد يعني لعيلي من خمس أشخاص اللي هو كل يوم تقدر تكون عند ضياع الطاولة رح يكون مرتفع ٢١٪ بالمئة يعني معناته أنت عم تفكر إذا رحنا على مؤشر إفطار رمضان لعيلي من خمس أشخاص الفتوش والشوربة وصحن أساسي لنقول مثل يعني جاج ورزق أو غيره تقديراتنا ممكن توصل لبين ٥٠٠٠٠٠٠٠ لكل يوم كل سنة عم بتيجي أسوأ من اللي قبلها والله العزيم باعها مشفرة هاي ربحها عليلي تتضاعف آلام اللبنانيين في ظل أوضاع اقتصادية متردية وفشل سياسي في تشكيل الحكومة الأمر الذي تضاعف في ظل انتشار فيروس كورونا في أنحاء البلاد وتعرضها للإغلاق الكامل على فترات فضلا عن آثار انفجار مرفأ بيروت وتأثيره على الاقتصاد والمواطنين